نتكلم على فكرة العادات المصرية على الصفرة بتاعتنا الجديد بقى ان احنا عاملين بحث واستطلاع رأي عن ايه اهم الحاجات اللي بتتاخد في الفطار ايه اهم الحاجات اللي بتتاخد في السحور اللي هي الحاجات المصرية الاساسية الاساسية وكمان ايه اهم المشروبات اللي بتتشرب وايه اهم الحاجات الحلوة اللي معروفة في رمضان للمصرية انت شفت التقرير بتاع الحلوية اه شفته ده أسماء جديدة وغريبة أنا معرفاش والله ما نتكلم عن الكنافة والأطايف العادية بتاعتنا ده اللي هو ساري درواتي وشعب مصري وخصوصا ظروفنا الاقتصادية يعني مش لما نبدأ بقى بالفطار فإحنا سألنا الناس إيه أهم أطباق يعني فيه أطباق كتير طبعا لو أن نكلم عن 20-30 طبعا ولكن إيه أهم أطباق موجودة في أول حاجة طبعا أنا أخدهم بالتدريج وبعدين نتكلم الشربة ده في مصر حاجة أساسية وبعدين طبعا غير بقى إحنا بالظروف الاقتصادية بس إحنا بنتكلم بصفة عمائية أهم الأطباق اللي إحنا بناخدها في رمضان البط أساسي في رمضان أول يوم بيقول لك بط والمحشي عارف يعني إيه ألط البط والمحشي فعندك الشربة وعندك البط وعندك الحمام وعندك المحشي واخد بالك وعندك المكرونة بشامل بقى طبق مشهور قوي في رمضان في مصر كمان وعندك الرؤاء باللحمة تعيز أنت الحاجات دي أنا عارف والله أكلات تقيلة بالنسبالي طبعا باكلها بس يعني ما أكترش منها وبعدين اللحمة والفراخ أخد برك يعني ده ولكن 72% من المصريين بيشربوا شرب يعني 3-4 المصريين لازم ناخد الشربة اللي هي قبل الأكل البلحية والبلحتين أو الثلاثة ومعهم اللي هي الشربة يا سيد محمد أنا يعني يمكن على مدار السنة أكتر حاجة باكلها شربة الخضار دي أكتر حاجة باكلها على مدار السنة لا هم في بقى شرب كتير شربة لسان عصفور وشربة خضار لا النوع شرب بايه الشربات بتزيل ولكن العادة الأساسية اللي الموجودة وخصوصا في أول يوم في رمضان اللي هو البط والمحشي زي ما أنت جابوها منين بقى البط والمحشي دي لا المصرين كلهم بيقولوا كده يعني وانا بنقول للاستطلاعه جابوها لو قلنا الشربة 72% يعني 34% على مصر بيشرف شربة 72% كويس ولكن أول يوم بغض النظر بقى عن حل الاقتصادية أو مش حل الاقتصادية البط والمحشي ده أساسي يعني ده لازم يبقى موجود على الفطار في أول يوم ترجمة نانسي قنقر